عملية الإفراج عن راهبات معلولة كادت تفشل في الدقائق الأخيرة ولأكثر من سبب فعندما كان عناصر الأمن العام اللبناني ومعهم المفادون القطريون في وادي عطا في عرسال ينتظرون وصول موكب الراهبات حاول الخاطفون تغيير شروط الاتفاق عبر عرضهم تجزئة الإفراج من خلال تسليم دفع أولى من الراهبات والدفع الثانية في مرحلة لاحقة هذا الأمر رفضه اللواء عباس إبراهيم وقال إما الإفراج كاملا أو تسقط الصفقة فعاد الوسيط السوري ودخل على الخط وأعيدت الأمور إلى نصابها أبلغ أيضا اللواء إبراهيم أن الخاطفين يرفضون تسليم الراهبات إذا لم يتم أحضار السورية سجا حميد الدليم مع أطفال ثلاثة وهم ولداها التوأمان وشقيقتها الصغرى إلى موقع التبادل لتسلم مع الراهبات توجه اللواء إبراهيم إلى سوريا أحضرت المرأة وعبرت من جديدة يابوس فالمصنع إلى عرسال فوادي عطاب عندما وصلت أراد الخاطفون أن يتسلمونها قبل أن يتسلم الأمن العام الراهبات رفض اللواء إبراهيم هذا الشرط غادر عناصره الموقع إلى أن عاد الخاطفون وقبلوا بتنفيذ عملية التسلم والتسليم بالتوازي ولكن وبحسب مصادر مطلعة فإن العامل الأساس الذي كاد يطيح العملية برمتها هو عملية إحضار سجا حميد الدليم والأطفال الثلاثة فلو لم يتم إحضارها إلى وادي عطا التي تبعد نحو 16 كم عن الحدود مع سوريا كان مرجحاً ألا تتم عملية التبادل خصوصاً أن تلك المرأة هي زوجة أحد المسؤولين البارزين في تنظيم القاعدة اشتركوا في القناة